طوبة للشعب العارفين الهتاف يعني قولي نفسك كده أنا عارف الهتاف وأعرف الهتاف بيعمل ايه وفي أشوع أصحاح ستة الهتاف بيسقط الأصوار اللي منع نجاحك اللي منع تمتعك بالسلام اللي منع أنك تكون مسمر للرب دي أصوار أريحة منع الشعب من امتلاك الوعد رب وعد الشعب من أيام إبراهيم أنه يمتلك أرض كنعين لكن اللي منع الامتلاك أصوار أريحة لازم أريحة دي تنهزم والكتاب يقول دايما نفكر نفسنا بالآية دي ولما هتفه هتافا عظيما سقط أصور في مكانه يعني هم كانوا يلفوا حولين المدينة ما فيش جزء من الصور وهو بيقع جه عليهم ارفع عيدك كده واعلن إيمانك إزالة لأي أعاقة إزالة لأي صور وفي الإزالة لن تضر لن تؤذى يعني الرب قال أعطيكم سلطاناً أن تدوسوا الحياة والعقارب أنت لك سلطان ما دمت تولدت الأولادة التانية أنت لك سلطان ودايما نفكر نفسنا أن السلطان غير القوة تدوس على الحياة لأن لك سلطان ليس لأنك أقوى زي شبهوها بعسكري المرور عنده سلطان يوقف عربية ماشية مهما كان في العربية دي دول أعلى منه بكثير في قدرة الاجتماعية المادية لكن ليه سلطان هو بيمثل الدولة فأنت لك سلطان بتمثل الرب وبالسلطان بتدوس على الحياة والعقارب ومعناها معناها إيه تدوس؟ إنها متقدرش تأذيك إنك إنت تدوس عليها وتموتها يعني معناها إن ليك السلطان إنك توقف أي أزى جاي من إبليس بالسلطان مش بإنك تقوى لأن القوة معناها إنك لما تبقى ضعيف مش هتقدر ولازم قوتك تزيد لدرجة إيه عشان تقدر هم الموضوع مش موضوع قوة موضوع أن أنت في مواجهتك لقوة الشر أنت تمثل الرب يسوع عندك سلطان بإسم الرب يسوع أعطيكم سلطاناً أن تدوسوا الحياة والعقارب وإنت بتدوس بقى مش هتتضر زي لما الصور وقع مضر الشعب الرب وكانت سكنة في الصور واحدة بيتتبع شعب الرب أمن هي رحاب وكل عالتها كانوا في سكنين في الصور هي جابت كل العيلة معاها في اليوم ده الصور وقع في مكانه يعني ما أزاش الناس شعب ما أزاش شعب الرب اللي بيدور حوالين المدينة ولا أزا رحاب اللي صارت من شعب الرب وإنت بتدوس على الحياة والعقارب مفيش حياة تقدر تأذيك مفيش عربة تقدر تلدغك والرب بعد ما قال أعطيكم سلطاناً أن تدوسوا الحياة والعقارب قال وَلَا يَدُرَّكُم شعب شعب ندي الماجد للرب وتحصل لحاجات غريبة في دائرة الصحة وتحصل لحاجات غريبة في العلاقات حاجات ملاش تبرير ده نشاط للعدو دوس تعلم أن تنهي أي نشاط ملحوص أو الروح قدس حسسك أن فيه نشاط ضدك في أي دائرة دائرة العلاقات دائرة الخدمة الدائرة الصحية الدائرة المالية دائرة دائرة الشكايات والاتهامات في أي دائرة شايف نشاط شيطاني ده تكون سلبية لازم تستخدم قوتك لا تستخدم السلطان اللي ليك أنت تمثل الرب يسوع في هذه المواجهة تواجه الأرواح الشريرة تبطل نشاطها ولما تبطل نشاط العدو تبواسق مش خايف ولا يضركم شيء بفكركم بالآيات اللي في وافرح في سفر التسنيع ولازم ترفع ايدك كده أعلن إيمانك أنك أنت هنا الرب هيكلمك والرب هيلمسك ومش ترجع من الاجتماع كما أتيت شعب الرب كان سائراً في البرية يعني سيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتوره هذه الأربعين سنة رغم أن البرية دي عبارة عن نرى في آي أربعة خمستاشر الذي صار بك في القفر العظيم اللي بيخوف المخوف مكان حيات محرقة وعقال يبقى البرية مليانة حيات وعقال قدرت تأذي شعب الرب رجلك لم تتوره يبقى ما تلدغتش يبقى محمية رغم أنه ماشي في حتة خطرة جداً الذي صار بك في القفر مكان حيات محرقة يعني مميتة يعني قاتلة وعقار عمل معاك معجزات الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان يعني من الظروف صعبة قوي 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 يطلح حاجات رائعة جداً 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 من الصخر طلعت ميا وفي المزمور يقول لك ومن الصخر أشبعك عسلاً كمان لأن في الشروخ اللي في الصخور النحل عمل خلايا خلايا لي وكان فيها عسل الصخ جاب ميا وجاب عسل وده اللي قاله الكتاب أن من الجافي شيء لا يوكل شيء سيء خرجت حلاوة ومن الآكل خرج أكل وكان المثل ده اللي قاله شمشون أن الأسد الميت الأسد مات فما أكنيش وكمان النحل جي فيه وطلع عسل وهنا في تسنية تمانياني قل لك أياً كانت ظروف اللي أنت فيها الذي أخرج لك مات يبقى ظروف قاتلة تتحول إلى ظروف منعشة ميا بتنعش ميا بتروي ميا بتنجي من الموت جاية من الصخرة وعسل مشبع من الصخرة أشبعك عسلة ومفيد يقول الكتاب أن ابن شاول الملك ناسان لما كان في معركة والعصايا كده غمس في عسل ويدوبك حاجة بسيطة يقولك انتعش وعنين استنارت بنرفع أيدينا بنعلن إيماننا أن البرية الحياة اللي في البرية مش بس مش هتموتنا مش هتورم أقدامنا رجلك لم تتورم هل هذه الأربعين سنة والسياب اللي كانوا لابسينها ما قدمتش يبقى الرب يستطيع أن يسدد كل احتياج حتى لو أنت في برية يبقى البرية فيها خطر نعم فيها صخور فيها تعبين فيها قارب لكن فيها مع الرب حماية وتزديد لكل الاحتياجات الرب رعية فلا يعوزني شيء مرة كمان بقى نقتف للرب اللي عطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقال قول معايا هاللويا هاللويا أرجونا لن تتورم هاللويا ندوس على الحياة والعقارب ونبطل خطرها ونشاطها قول هاللويا هاللويا في البرية لن يعوزنا شيء والصخر يطلع علينا مية وعسل اعتف للرب اللي بيسدد كل احتياج قول هاللويا هاللويا واعلن إيمانك أن كل الأشياء تعمل معا لخيرا ومن أسوأ الأمور مع الرب يخرج أحسن وأروع البركات والرب بيغير الأوقات والأزمنة ويجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرنا كن واسخ في الرب ويجعل ويجعل محمد عينك كده أشكر الرب من أجل الحماية مهما كانت البرية اللي أنت فيها صعبة أشكر الرب من قلبك من أجل أنه قادر أن يسدد احتياجاتك المتنوعة أيا كانت الظروف التي أنت فيها يسدد كل احتياج بحسب غناء بولت بيقول كده في فليبي بحسب غناء في المجد أشكر الرب من قلبك أشكر الرب أنه يتحكم في كل ظروف ويطلع من أسوأ حاجة أحسن حاجة فيش حد يقدر يعمل كده غير الرب أشكر الرب أنه مش بيعمل ده يوم وتاني يوم لا لا يقولك كده هذه الأربعين سنة يقولك من أول السنة إلى آخرها في كل ظروف هو معد وتكون في الارتفاع فقط وكل آلة اتعملت لإيزاءك لا تنجح وكل خطط لإبليس ضد أشعية بيقول لا تقوم ولا تكون وإنت مغمض عينك كده تقول نعم أنا واثق أن أي حاجة لإزاء النفسي لإزاء الجسدي لإزاء العائلي لإزاء في عملي لا تنجح معي كل آلة اتعملت لإزاء صورت ضدك لا تنجح بس علشان الآيات اللي أنا بقولها دي تتحقق لازم شرط إيه إنك تصدق وتؤمن إنها تحصل معاي مريت بظرف صعب تؤمن إن الظرف الصعب ده مش هيدمر لأن في الرب مسؤول عن حماية نفسيتك وتؤمن إن من الظرف ده تطلع بركات غير عادية لمجد الرب تؤمن تبقى مليان إيمان بالكلمات اللي بتقرأها في الكتاب المقدس أو بتسمحها في الاجتماعات رجلك لم تتورم رجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة يا رب نشكرك لأنك تحفظنا من كل شر وتخرج لنا من الجاف حلاوة ومن صخرة الصوان النشفة قوي قوي تطلع ميا حلوة وعسل جميل ند المجد للرابع مرة كمان وأفكركم أيضا بكلمات رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في كنيسة كورنسوس وينتبه إلى هذه الكلمات الروح بفكرك بيها كورنسوس الأولى و يا رب نشكرك نعم الأصحح السادس بعض الآيات من الجزء نص ال ابتداء من آية 12 لا يتسلط علي شيء ارفع ايضا كده اعلن فيش حاجة مضرة تتسلط عليك ولا فكرة مضرة مضرة ولا خطيئة ولا عادة مضرة حاجة تتسلط عليك مش حاجة تتحكم في تفكيري لا يريدها الرب ملي كده بالإيمان وقول لا يتسلط علي شيء و رسالة روميا تؤكد في روميا الأصحاح السادس والآية تمسك في الآية لأن لما تتأمل الآية إيه اللي بيحصل إن الآية بتغير تفكيرها خليك تتوقع من حاجة وحشة حاجة كويسة الآية تخليك تشكر الرب والآية كمان هي اللي بتخلع الإيمان يعني الإيمان يأتي نتيجة الخبر والخبر بإيه بالكلمة يعني الكلمة تسمحها وترددها وزي ما قال مزمور واحد تلهك فيها يعني آه زي ما يقول مهارة وليلة تايما بتفتكرها وتصلي بيها إن نتيجة لا نفسك مصدق إن اللي في الآية اللي أنت لحك تبقى مصدق إنها تتحقق معك وهذا هو الإيمان إيه بقى الآية بتغير تفكيري وكمان بتخلع الإيمان جوايا فلما تتأمل في آية زي لا يتسلط علي شيء كل الأشياء تحل لكن لا يتسلط علي شيء فيش حاجة حتى كويسة تتسلط علي وابعبد ليها لما تصدق كده تلاقي جواك فرح ليه لأن الحاجة السيئة اللي بتتسلط عليك هتمشي هو ده الإيمان واسق إنها تنتهي بإسم الرب يسوع لا يتسلط علينا حزن لا يتسلط علينا هم بإسم الرب يسوع لا يتسلط علينا خوف بإسم الرب يسوع لا تتسلط علينا خطيئة بإسم الرب يسوع لا يتسلط علينا مرض من إبليس بإسم الرب يسوع وقلت أقرأ من رمية رمية الأصحاح السادس وأفكركم بهذه الآية العظيمة آية 14 فإن الخطيئة لن تسودكم يعني لن تسيطر عليكم فيش خطيئة سيطر عليك بس تقولي الواقع بيقول أن فيه حاجة بتسيطر علي يبقى أنت محتاج تلهاد في رمية 6 آية 14 محتاج أنك تقولي الآية دي كثيرا لا يتسلط علي في واحد تتسلط عليه السجاير رغم أنه ليه علاقة مع الرب واحد تاني بيتسلط عليه يشرب خمرا كثيرا والكتاب يقول لا تكن من شريب الخمر الذين يتلفون أجسادهم بس في حاجة بتتسلط علي مش قادر أقاومها أو شخص صحته تتطلب أنه ما يكلش أكله معين بس الأكل المعين ده متسلط عليه مش قادر يوقف مش قادر يمتنع والأكل في ذاته موشر لكن حينما يكون مؤزيا يبشر ممكن لواحد تاني مش مؤزي لكنت مؤزي ومتسلط علي تمسك برمية ستة آية 14 فإن الخطيئة لن تسودكم ليه؟ عشان في نعمة لأنكم لستم تحت النموس مش تحت وصاية بيقولك اعمل وما تعملش بل تحت النعمة بالنعمة أثق أن الرب يديني بالنعمة أن الخوف ما يسيطرش علي الحزن ما يسيطرش علي الهم ما يسيطرش علي الغضب ما يسيطرش علي النجاسة ما سيطرش علي المرارة من حد لا تسيطر علي عشان فيه نعمة نعمة يعني عطية سمينة يعطيها لك الرب وأنت لا تستحقها هي دي معنى النعمة نعمة معنية حاجة أنت ما تستحقهاش يعطيها لك الرب بالنعمة ليه؟ لأن الرب يسوع على الصريب دفعت من البركة اللي أتأخذها فعشان كده أنت بتأخذها مجانة أنت تأخذها مجانة لأنه فيه شخص بيحبك دفع التمن فعشان كده تبقى واسق إذا كده هتأخذ هتأخذ حرية من سيطرة أي خطية ومن سيطرة أي شيء مؤذي وأقرى الآية مرة كادمان الخطية لن تسيطر عليكم ليه؟ لأنكم تحت النعمة مجد الرب مرة كمان كده مجد الرب ورفع عيدة كده علامة الإيمان أنت عارف أن فيه حاجة بتسيطر عليك غضب شهو أي حاجة وقتك بيضيع قدام التلفزيون حاجات مسيطرة عليك بتطيع منك وقت طويل جدا فنرفع عيدنا مفتدين الوقت عن الوقت حاجة سمينة وكأنك بتشتريها حريص عليها مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة بنرفع عيدنا مرة كمان نعلن أنه لا يتسلط علينا شيء مضر مؤذي أو بيفقدنا الحرارة الروحية الكتابة عايزك حار مش عايزك بارد وترى في سفر الرؤية كده كنيسة الضخمة دي اللي الرب مش بيحذرها أنتوا لحرين ولا حتى أنتوا فاترين كده فطور كنيسة لا وتكية وكانوا فاهمين الفطور ده ليه؟ لأني كنت سمعتني بقول الحكاية دي قبل كده خلفية لهذه الآيات أني لو تكية كانت بتجيب ميا من نبع كانت تطلع الميا منه ميا سخنة تطلع سخنة كده وتمشي لغاية ما توصل للمدينة تبرد فهو بيقول لهم بتبقى فترة فهو بيقول لكم أنتوا فاترين أن الحرارة بتضيع منكم زي ما بتضيع من الميا دي هي بيطلع من الاجتماع كده حار وبعدين واحد يحكم معك وإلى خلق بقى فيه مناقشات عن الاقتصاد عن السياسة قلت راح البيت بارد لدينا تصلي أنك لا تفقد الحرارة الروحية وحتى لما الحرارة تقل ترجع البيت ترجع الرب قالهو لك وتقول آه رب كلمني أنا أنا كنت محتاجي الآية دي أنا الأصحاب دول بيفطروني أنا زي الناس تقول كنيسة لوتكية فاتر تفكرك الروح القدس وتقول طيب أنا مش عايزة بفاتر تسترجع الآيات التي لمستك أثناء العزة وتصلي بها وتصحى تاني يوم الصبح عايز تفتكر آية اتنين تشكر الرب لن تأخذ منك وقتا ده حاجة بتشكر الرب يا رب أشكرك لأنك أنت عطتني آية لا يتصلت علي شيء أنا بتصلت علي الخوف والانزعاج والارتباك وتوقع في واحد بيسيطر عليه توقع توقعي توقع الأمور الأسوأ يبقى أي حاجة بتحصله بيتوقع أسوأ حاجة يبقى الموضوع ده ممكن يبقى لي عشر تفسيرات يختار أسوأ تفسير ده مقين ده تصلت تصلت من العدو يخليه دايما ما عندهوش سلام لأنه بيتوقع ما هو أسوأ أنت بقى تقول لا أنا مش أعمل كده أنا لا يتصلت علي خوف ولا يتصلت علي انزعاج ولا يتصلت علي غضب ولا يتصلت علي شيء مؤذي لصحتي ولا يتصلت علي شيء مؤذي لبيتي مؤذي لأولادي مؤذي لوقتي ولو تخدم الرب تقول لا يتصلت علي شيء يضعف حرارة الروحية لكي أخدم الرب مليان بالروح لكي يكون الصمر كثير ولمجد الرب ندي المجد للرب مرة كمانا لا يتصلت علي لا يتصلت عليك علاقة عاطفية وتقعد بقى عايش في خيالات معينة وأحلام يقظة أحيانا يحصل لشخص كده لا يتصلت عليك امسك في الآية لا يتصلت عليك ده وانحرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا سواء كنت هنا أو بتابع الاجتماع عبر الإنترنت اعلن إيمانك معايا أن الرب يسوع يزورك الآن بالروح قدس اشتغل بالروح فيك يطلقك حرا انحررك الابن يحررك من أي أمر متسلط عليه ممكن واحد يقولي النكت بسيطر على البيت لا يتصلت النكت ما أنا أدوس على العقارب والحياة اللي وراء النكت ده وألغي نشاطها ده يا سلطان اسم الرب يسوع أدوس وألغي النكت وألغي كل ما تفعله الحياة والعقارب مع أولادي مع علاقتي مع الأولاد مع الزوجة لا يتصلت علي شيء ولو حد بيسمعني في خطر وشطان بيقوله تذكر ان الصور وقع ورحاب لم تؤذى كانت في قلب الخطر سكنة في الصور الوقع كله وقع لكن الرب حما مكانها وحما عائلتها التي معها لا يتصلت علي شيء بنعلن إيماننا والجزء ده كولنسوس الأولى أصحاح ستة يتكلم عن الجسد الجسد ليس للزنا الجسد ليس للخطيئة بل للرب يعني جسدك مش للشتيمة مثلاً مش للغضب الجسد ليس للخطيئة مش للكزم مش للنميمة ليه؟ الجسد للرب يبقى وانت بتسوى بعد كده تغمض عينك وتقول لي يا رب أنا عايش على الأرض روح أنا روح أسكن في جسد وليه نفس سكن أنا روح أسكن في جسد جسد ده الخيمة اللي أنا سكن فيها خيمة دي مهمة أوي 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 تبقى كل ما يحدث من خلال آل مجد الرب ما هيش هنا يقول لك ليس للزنة وكمل على كده بقى بتفكيرك الروحي المستنير بكلمة الرب الجسد مش للكزم مش للنميمة مش للغضب المؤذي الجسد للرب لخدمة الرب هل أنت بتخدم الرب سؤال هام يا رب قدينا كلنا حماس لخدمتك يعني مش تبقى بتزوء نفسك على الخدمة لا روح يملاك ويشعل قلبك كده يبقى عندك غيرة للرب حيز تخدم الرب أكثر من أي وقت مضى هل أنت بتخدم الرب هل أنت طلبت أنك تمتلق بالروح عشان تبقى حار كلمة عايزانا حرين في الروح دي آية كتابة عايزك حار في الروح أنت بتطلب أنك تبقى حار بالروح وتطلب الامتلاء مجدداً لو كنت امتلقت قبل كده بالروح القدس أطلب لك تبقى تبقى حار وتبقى عايز تخدم عندك حماس وحماس لا يفقد يعني دايماً بتتواجد في محض الرب ودايماً بتجدد في تجديد للحماس الروحي مين اللي بيعمله؟ الروح القدس وأعلن إيمانك معي أن هذا الاجتماع يبقى دائماً لتجديد الحماس لخدمة الرب تجديد الحرارة الروحية المية اللي كانت حارة وبعدين يبقى تفقد 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 يقول لك لكسرة الاسم المحيط بيك تبرد المحبة تيجي الاجتماع تؤمن إن في الاجتماع تعود حاراً بالروح حايز تخدم الرب مش حايز وقتك يضيع لأن الأيام شريرة بإسم الرب يسوع أنت مش هتعيش مرتين وأنت عندك فرصة إنك تمجد الرب وأنك تعبر عن حبك للرب زي ما الرب عبر عن حبه لي وموته من أجلك أنت تتجاوب مع محبة الرب عايز ماذا أرد للرب من أجل كل حسناتي أخذ منه عشان أشتعل بنار الروح وأخذ من الرب كما يريدني وتقول كده جواك أنا مش عايز حاجة تحصل في حياتي تجيب لي فطور أنا كل حاجة في حياتي تساعم في أن أبا حار والروح وأبا مسمر للرب وزي ما في سفر تذكرت هذه الكلمات من سفر زكريا واحد من الأنبياء بتعود العهد القديم وفي آخر يقول لك حتى أجراص الخيل كانوا الخيل بيستخدموه في الاحتفالات مش بس في الحروب ويكون عشان كده عليها أجراص ويكون على أجراص الخيل قدس للرب يعني حتى ده عايزوا لمجد الرب ده التطبيق أي حاجة ما أعملها تجيب مجد الرب تساهم بطريقة أو بأخرى في أن ناس تعرف الرب أو ناس تكبر مع الرب يعني إما الرب يخليني جزء من سلسلة نهايتها إن واحد يعرف الرب وأبى حلقة أو يخليني حلقة في سلسلة نهايتها واحد يكبر مع الرب إما في دائرة الكرازة وإما في دائرة الرعاية والنمو الروح أبى مستخدم بإسم الرب يسوع كل حاجة تحصل في حياتك تبقى رابطها في مخك كده فاكرين كالب لما حبي بنته هتتجوز خلاص حط كده شرط إن اللي هيتجوز بنته يبقى زيه كده يساهم في إن أرض شعب الرب تكبر يعني يعني حتى الجواز شافوا إنه مش حاجة وخدمة الرب حاجة تانية لا ده حاجة لأجل أن زيد قوة ضد العدو وقوة لإمتلاك الأرض أي حاجة في حياتك دراسة جواز شغل صداقة بحط كل ده ودامك كده وأتقول يا رب أنا عايز كل ده يبقى قدس لك قدس يعني مخصص يعني يجيب مجد لي يعني أيسام في إن أنا بحر في الروح وأيسام بإن أنا أبقى بتحرك بالروح ووقت لي قيمة بإسم الرب يسوع والأيام بتجري ودايما لما بنقترب لنهاية عام دي إشارة زي ما قالك في الكتاب تسمع يقولك أيامي أسرع من واحد بيجري أسرع من عداء يعني زي واحد بيجري سريعة جدا والوقت منذ الآن مقصر فأنت انتهز كل يوم في حياتك لكي تساهم في امتداد ملكوت الرب وفي نفس الوقت وإنت بتعمل كده بتصنع لك كنوزا في السماء تسبقك هناك بإسم الرب يسوع تقدر تبعت حاجات كتير تسبقك تسبق وجودك هناك الرب قال كده ده المكان اللي الحاجة لما تروح فيه ما بتبص ما لا تفسد ولا عندي ولا ولا يتضر ولا تسرق صنعوا لكم كنوزا في السماء يكون على أجراس الخيل قدس للرب والأواني اللي والقدور كل قدر فيه قرشاليم إنه تكون قدسا للرب اعلن إيمانك أني مش جسدك بس للرب كل ما تفعله بتاخده من إيد الرب لمجد الرب وغمض عينك كده يقول لرب أشكرك من أجل هذه الآية أن الجسد للرب جسد بتاعي للرب بقوة الروح وقدس جسدي دائماً لمجد الرب يبقى عندنا أول آية لا يتسلط علي شيء الآية الثانية الجسد ليس للخطية بل للرب وأنت بتسمعني كده قول لي يسوع كده عايز يا رب حياتي ما يباش فيها خطية عايز حياتي تب المجد ولا أبعندي بغضة ولا أبعندي لا أتعود خطية لا يتسلط علي كدب ولا نميمة ولا الجسد ليس للخطية بل للرب والرب للجسد ودائما تسمعوني عارة الآية دي لأنها هامة جداً الذي يحمي جسدي الرب الذي يشفي جسدي الرب الذي يجعل جسدي قادراً على خدمة الرب مين الرب نفسه نتيجة أنك أنت عطيت حياتك للرب بقى الرب لحياتك عطيت جسدك للرب بقى الرب لجسدك الجسد للرب الرب للجسد ودايماً تتطلع إلى الرب هو المسؤول عن حماية مش بس نفسك وروحك وجسدك وهو المسؤول عن شفاءك مش بس النفسي شفاءك النفسي والجسدي وتبقى خاضع كده وتقول يا رب أشكرك لأن جسدي مش يبقى للخطيئة وأشكرك لأن أنت تبقى لجسدي والرب لجسد يبقى عندنا ثلاث آيات لا يتصلط علي شيء آية الثانية الجسد للرب والجسد من هذه الآية نخليه رقم ثلاثة الرب للجسد آية رقم تساعتاشر طب إزاي جسدي يبقى للرب ميباش للخطيئة يعني أما لستم تعلمون آية رقم كام آية رقم تساعتاشر أن جسدكم هو هيكل للروح قدس يبقى لا يخلي جسدي للرب الروح قدس ولا يخلي الرب لجسدي هو الروح قدس الروح قدس جواك يقاوم يقاوم الطبيعة القديمة اللي فيه لأني غلطي أتقول لك الروح قدس ضد الجسد اللي هو الطبيعة القديمة ولو أنت بتسمعني وشايف نفسك أنك عاجز أمام خطيئة ومش بتتبع الرب بتطقيق والكتاب يقول تطحروا تنقوا بس أنت مش قادر تعيش مدقق مش قادر تبقى زي مما الكتاب يقول يبقى أنت هنا تحتاج إلى الروح قدس تلبسون قوة من الأعاري قوة ضد الطبيعة القديمة اللي فيك أولاً تبقى أنت محتاج في الاجتماع أنك تطلب أن تمتلق بالروح عشان جسدك يبقى للرب لأنه مش هيجي بالإرادة الإرادة عاجزة وقعر الجسد تحاول تقهر في نفسك رسالة كلوسي تقولك ليس لو فائدة هيفشل تنجح أسبوع اتنين وبعدين تلاقي الخطيئة رجعت ورجعت أشرس مما كانت زي بتكون مجوع حيوان كده وأطلقته ليأكل ما لقيه العلاج العلاج أنك تمتلق بالروح تتواضع وتقول للرب أنا محتاج روحك أنا محتاج أتملي بالروح أنا محتاج أصلي بالروح أنا محتاج أسبح بالروح أنا محتاج نقلة بالروح القدس والروح القدس هو اللي يخلي جسدك للرب والرب بقى يشتغل في جسدك ازاي ضد المرض وضد الإعياء وضد الضعف أيضا بالروح القدس أنت تحتاج للروح القدس لكي يكون جسدك للرب والرب للجد رومية 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 جنون ليس للجسد اللي نعيش حسب الجسد يا قنون دي الجسد للرب نقومكم بالروح تميدونا أعمال الجسد عمال الطبيعة القديمة بطحيون بالروح مش بيش برطك كنتم بالروح حط خط 2 3 أنت تحتاج للروح وقدس عشان تقول لا قوية للحاجة اللي بتستنزف وقتك أو سلامك أو صحتك أو حرارتك الروحية عايز تقول لا بس لا بتاعتك ضعيف ولماذا لا بتاعتك ضعيفة عشان وراه انت مش وراها الروح ان كنتم بالروح يميتون اعمال الجسد موت يعانين اذا كانت تشتغل ما اشتغلش ان الروح قدس يخلي الجسد للرب فين الروح قدس يخلي الرب للجسد دي بقى اية فهمية 8 نفس الاصحاح كان اية رقم 11 ان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم اذا ما عايز اشتغل بقى ايه لا يحصل فالذي اقام المسيح من الاموات اللي هو ايه الروح ان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي ما قالش سيقيم يبه هو مش بيتكلم عن موت جسدي واختطاب ده بتكلم عن امور حالية لانه ما قالش سيقيم اكساده كل مائت قال سيحيي جسد المائتة يعني الجسد القابل للموت يبه فيه حياة وهنا بقى يقول بروحه الساكن فيكم يعني نقدر اشاور على اية 11 دي واقول المسيح الرب الجسد بيشتغل بالروح القدس عشان يبه جسدي مليان حيوية ضد المرض ضد الاعياء زي ما بيقول الكتاب يعطي المعياء قدرة ولعديم القوة يكسر الشدة ازاي بالروح القدس الروح القدس يخلي صحيطك رائعة والروح القدس يخلي القوانين الطبيعية ما تشتغلش معاك القوانين العادية تقليك زي موسى كده في سن 120 سنة طلع فوق الجبل ومحدش سنده القوانين العادية المنطقية يغلبها عمل الروح القدس يجدك النصر شبابك يزيل منك الاعياء والتعب يحفظ ذاكرتك قوية لما تقولي انا ذاكرتي بتطعف كل ما بكبر اقولك ليه انت مستسلم الفكرة دي ما تستسلم الفكرة ان الروح القدس ده الرب قال عنه انه من وظائفه ان يذكر يعني بيشتغل فيه الزاكرة يذكركم بكل ما قلته لكم اعلن ايمانك ان اللي بيحصل مع اصحابك انت طبعا الرب لن يحدث معك الرب الرب للجسر يبقى الرب لذاكرتك الرب لتفكيرك الرب لصحتك الرب لشفاءك يشفيك يسوع المسيح يبقى نقدر نكتب قدام اية 11 رمية 8 الرب للجسر والرب للجسد والجسد للرب بالروح القدس ودي اية 19 من كرونس الستة اما لستم تعلمون ان جسدكم وهيكل الروح قدس يعني شوفوا الرب اهتم بهيكل هيكل بتاعه ازاي في العهد القديم وعطى تعليمات لسليمان عطى لداود وده سليمان داود خد التعليمات وقلها لابنه وابنه ونفذها يعني فيه واحد بياخد من الرب وفيه واحد بينفذ اللي بيقول الرب تكامل بين داود وسليمان باسم الرب يسوع تعرف دورك ايه فيه ملكوت الرب دور داود في بناء الهيكل يختلف عن دور سليمان دور داود حام جدا لأنه هو اللي خد الرسم وهو اللي خد ده يتعمل كذا ويتعمل كذا ويتعمل كذا وهو اللي جمع كل المواد المطلوبة لبناء الهيكل لكن مين بقى اللي استفاد بكل دا لمجد الرب ابنه سليمان تكامل بين الاب والابن باسم ارفع ايدينا كده من اجل ان اي اصوار بناء ابليس بين الاباء المؤمنين وابناءهم وبناتهم بين الاباء والاموات باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع تهدم هذه الحواجز تهدم هذه الاسوار باسم الرب يسوع وتتذكر معايا الكلمات اللي مكتوبة في سفر ملاخي اخر سفر في العهد القديم ويتكلم عن البركات التي تصاحب ظهور الرب يسوع في حياة الامة من هذه البركات و يا رب نشكرك ونسبحك ونعظمك لانك ها أنا زي أرسل إليكم كلمة كلمة عن طريق إيه لي وده وده كان مقصود بها يوحنا المعمدان فيرد قلب الآباء على الأبناء هو طبعا الآية دي مرتبطة بأمور تحدث في نهاية العالم مع الشعب اليهودي لكن هيحصل كده ليه عشان الرب الرب تشرق شمس البر قبلها والشفاء في أجنحاتها آمن إن شمس البر تشرق في حياتك وفي بيتك وتصلي وتسبح ومتتسلمش لأفكار في أياس وأفكار تشاؤم وأفكار لا 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 أنت طبعا الرب تشايف الرب بيشتغل وبيصلح ويتكسر وعشان يبني وبيهدم عشان يبني يعمل حاجة جديدة في بيتك تشرق شمس البر والشفاء في أجنحاتها النتيجة يرد قلب الأباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم ونجد الرب بيستخدم الأب داود وابنه سليمان في بناء الهيكل العظيم الذي عرف باسم الابن هيكل سليمان طيب أنا إذا كان الهيكل اللي هو من حضارة ومواد أخذ كل هذا الاهتمام من الرب كم وكم أنت أنت هيكل أنت هيكل تهيكل للروح القدس أم هلستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله رمض عينك كده أقول الروح القدس لي من الله الروح القدس في داخلي تعلم كده إيمانك أنا جسدي دا هيكل للروح القدس والرب لأنه كان يهتم بهكل في العاد القديم بكل تأكيد يهتم بكياني بشكل بإمكانياتي بصحتي بنفسيتي نعم جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي لكم من الله وإنكم لستم لأنفسكم ومرة كمان بقول لك بقول لكل واحد هنا وكل واحد بيتابع الاجتماع أن يقول كده يقول كده بصدق أنا مش لنفسي أنا مش يعيش لنفسي أنكم لستم لأنفسكم أنا مش يعيش لنفسي مش أدور على ذاتي والأنا بتاعتي أنا أحب الرب أنا مش لنفسي أنا للرب مش عايز حاجة تحصل في حياتي برا هذه العبارة أنا للرب في شغلي أنا للرب في بيتي أنا للرب في فرحي وحزني كل حاجة في حياتي لمجد الرب أنا للرب أنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بسماء أنت ملك نفسك لا أنت حرف نفسك لا أنت صاحب القرار في الأمور اللي تخصك يبقى أنت مش فهم الآية دي يبقى أنت مش ميصدق الكتاب المقدس يبقى أنت مش ميصدق العمل والرب من أجلك على الصليب إنه اشتراك قد اشتريتم بسماء فمجد الله في أجسادكم ونرفع عدينا مرة كمان لن يستخدم جسدي لمجد الشيطان لن يستخدم جسدي لتحقيق هدف إبليس لن يكون جسدي إلا لمجد الرب بالطريقة التي يريد ها الرب لأن الروح قدس في داخلي مجد الله في أجسادكم التي هي لله ندي المجد للرب لله ونعلن إن إحنا اشترينا بسمن وما هو هذا السمن الإجابة تجدها في رسالة بطرس الرسول الأولى اشترينا بالدم رب اشترانا ونفرح بهذه الآيات علمين أنكم افتديتم يعني بقيتوا أحرار حد اشتراكم من العبودية اللي كنتوا فيها لا بأشياء تفنى بفضة أو زهب أكيد العبد اللي هي هيشتروه بدهب ده ليه إمكانيات غير عادية عشان يدفعوا فيه دهب ليه قيمة غير عادية انت ليه قيمة أعظم لأنك لم تشترى بفضة أو زهب بل آية 19 بيدم كريم مكرم يعني وعظم دم الرب الآن وكرم الدم عظم الدم وإعلن أنك محمي بسبب إيمانك بالدم وإنك في العهد الجديد بسبب إيمانك بالدم وإن لك حياة أبدية بسبب إيمانك بالدم وإنك مقدس للرب بسبب إيمانك بالدم وإنك بتغلب الشيطان بسبب إيمانك بالدم وإنك بيهت قريب لعرش النعمة وليك ثقة بالدخول إلى الأقدس دائما بسبب إيمانك بالدم عظم الدم لن تفشل أنك تؤمن بالدم السمين لن تفشل ولن يطمع فيك إبليس بسبب أنك تؤمن بالدم السمين وفيش سحرة يأثر عليك وفيش حسد سوف يضرك وفيش قوة في عالم الروح قادرة أن تخرجك خارج مشيئة الرب وفيش قوة شريرة تقدر تقفل باب فتحه لك الرب عظم الدم الآن عالمين أنكم افتديتم بدم مكرم من شعب الرب يكرم الدم لم يزبح الرب وتسفك وسفك الدماء بسبب أن في عيب أو بسبب أن في خطية لا ده بسبب أنه خات خطيانا لكن هو بلا عيب ولا دنس ولما تدرسه الزبائح في العاد القديم شرط أساسي عشان يرتنمز الرب يسو ما باش فيها أي عيب ولما الحياة الروحية بتاعت اليهود تعبت وتحولوا إلى ناس تقليديين تقصيين تقدروا يجيبوا حيوانات لأنها أخص في عيوب يقدموها زبائح لا بس كده تبقى الزبائح دي بش رمز للرب يسو بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروف في الفكر في الفكر في الفكر الإلهي معروفا سابقا قبل تأسيس العالم يعني الفداء خطة الرب ليك من قبل أن يخلق آدم كان معد افرح لأن الرب دايما بيعدك لأي حاجة يعني ما يجي خلق آدم عد عد كل ما خلقوش في اليوم الأول ولا التاني ولا التالت في اليوم السادس والفداء لك من أجل الغد وعشان كده يقولك ما تشيلش عم بكرة لا تهتموا بالغد يعني ما تشيلش عم بكرة لماذا لأن إلهي إذا كان داود أعاد لسليمان الرب يعد لك كل ما أنت في احتياج إليه غدا الرب يعد لك كل ما يجعل حياتك في الغد أروع من حياتك الآن الرب أعاد لك لأن تدخل مرحلة لم يعدها الرب لك وحتى الأبدية أنا ذهبت لأعيد لأعيد لكم ما كان سفر الملوك الأول والأصحاح العشر هختم بالكزء دا مع أخبار الأيام الأول نشوف الأول سفر الملوك الأول مع أخبار الأيام الثاني الأصحاح التاسع في رسالة لنا وعمل الملك وفكركم بالجزء دا كرسيا عظيما من عاق لأن سيمان كان غني جدا كرسي بتاعه اللي بيحكم منه تعمل من العاق ليس خشبا عاديا وغشاه بزاب إبريز يعني أروع أو أغلى أنواع الدهب فكر نفسنا بالجزء دا ورسالة بسيطة وللكرسي ست درجات يبدأ الكرسي عالي بعدين آية عشرين بقى وإثنى عشر أسدا وقف هناك على الدرجات الست من هنا ومن هناك يعني العرش بتاع المالك دا أو الكرسي بتاع المالك تحت ست درجات كده وعلى يمين كل درجة أسد من الدهب لم يعمل مثله في جميع المالك سفر أخبار الأيام الثاني الأصفار بتكمل بعض وعمل المالك كرسيا عظيما من عاق آية سبعتاشر وغشاه بزهب خالص وللكرسي ست درجات وللكرسي موطئ من زعب ودي الجزء دا اللي مش مكتوب فيه اللي بيتكمل بأخبار الأيام الثانية الصحح التسعة اللي تقال في ملوك الأول أصحح عشر أني قاعد بس رجلي على دهب وقزا بيتكلم عن المكت المكت اللي تتناشر أسد بيتكلمه شعب الرب اتناشر صبت كل شعب الرب عبارة عن وسود الأسد أنت ترفع ايدك كده وتعلنك أنت قدام الشيطان أسد الأسد لا يخاف لا يرجع من قدام أحد ليه هيبة كل دا أنت وهو سليمان قاعد كده والشعب ممثل بالأسود الاثناشر دايمة الترنيمة بتقول الشعب الرب أسد لما تحس كده أنك بتخاف وبتنكمش وبتنزعج ومعنواتك منخفضة قول لا الرب جعلني أسد كل عيلة رمزها أمام سليمان أسد كل عيلة مع الرب أسد كل صبت خاضع لسليمان يبقى أسد أنا خاضع للرب يبقى تجاه هو الظلمة أنا مرعب أنا لي عيبة والرب قال يرسل عيبته أمامي وأرأيك من من رسالة أفاسس أفاسس يبقى الرب هو سليمان بيتكلم عن الرب الرب جالس ورجليه على دهر موطء من زهر يعني قدميه الاتنين على الدهر هنهي بالجزء ده لاشتثالة أفاسس لأن وديك فرصة بقى في البيت تتأمل في الجزء ما هي عظمة قدراته الصحة الأول هي 19 الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوتي شوف تعبيرات رب يشتغل فينا بقدرة فائقة وقوة شديدة حسب عمل شدة قوتي تعب شوفنا القدرة دي التي تشتغل فينا شوفناها فين شعب الرب زمان كانوا بشوفوها في تحرير الرب للشعب بين فرعون ومن أرض مصر وغرق فرعون في البحر ده في العهد القديم طو في العهد الجديد ده نحن نشوف قوة الرب في القيامة يعني في القيامة مش فرعون اللي بيغرق إبليس اللي بيغرق وفي القيامة بتاعت الرب حرية مش من العبودية بتاعت مصر لا حرية من العبودية للخطيئة والحبودية للشيطان بموت الرب وقيامة وقيامته حسب عمل شدة قوته قد النموذج الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات كرسي يتكلم عن الراحة الجلوس الراحة الرب بمستريح لأنه أتم الفداء لأنه أكمل العمل لأنه قد أكمل وأقدامه على الدهب وتحتيه بقى تحت الحتة دي إيه ولك فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وأخضع كل شي تحت قل الدهب يتكلم عن المجد يبقى الرب في السماء في مجد وراحة طب إيه علاقة ده بيا ده الأصاح التاني أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات يبقى أنت تشوف نفسك جالس على الدهب برضو راحة في أمجد الجلوس يتكلم عن الراحة راحة أنا من كل جائر صراحة بتاعت واحد كده مهزوم أو يائس أو مستسلم لا ما هوش لواحد نايم زي يونان هربان من الشكاية بتاعت الضمير فنام وما حسش باللي بيحصل لا دراحة سلام داخلي بيديه الرب بقاعد في المسيح ورجليك على الداب وتحتيك بقى أنت فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة أنت في سليمان الحقيقي جالس على كرسي من عاج مغلف بالمجد اللي هو الداب وأقدامك مستريحة مستقرة على الزاب وأعلى من كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة عشان كده في مجد في أنك مرتاح في مجد أنك التواسق أن ليك سلطان على التحتيق ليك سلطان على الشر ليك سلطان على إبليس ليك سلطان على الصحرة ليك سلطان ليه لأنك أعلى منهم وشايف نفسك في المسيح جالس وشايف نفسك في المسيح في المجد نقفل عينينا كده ونشوف الرب كلمنا في إيه النهاردة شوف نفسك كده في المسيح أقدامك تستقر على الدهب في مجد في الحرب الروحية في مجد في مجد إن الشيطان يخاف منك مجد في مجد إن اللي بيعمله سحر ليك يتقلب السحر عليهم في مجد في مجد إنك أنت أعلى منهم تقدر تقيد أي نشاط شيطاني بيشتغل لإذائك في أي دائرة في مجد وإنت بتدوس على الحياة والعقارب التعبير الرمزي سليمان قدمه على وسادة إنجاز التعبير معمولة من الدهب والدهب يتكلم في الكتاب عن المجد يسأل نفسك هذا سؤال العام من رب كلمك في النهاردة فيش خطية تسيطر عليك فيش أنانية تسيطر عليك فيش محبة للمال تسيطر عليك فيش عداوة لشخص تسيطر عليك مفيش حم يسيطر عليك مفيش مرض من إبليس يسيطر عليك مفيش ألأ يسيطر عليك لا يتسلط عليها الشيء الخطيئة لن تسودك الرب لمسك بأن جسدك ده مش لي جسدك للرب يقودك يحركك يستخدمك كما يشاء بس منتظر أنك تسلم له نفسك وتقول له استخدمني كل واحد يسمعني الوقت يقول للرب كده من قلبه استخدمني كما تشاء غير الأحداث وغير الأمور لكي أكون في كامل مشيء أتك من جهتي والرب يسمعك ويستجيب الصلاة جسدك للرب مش للخطية والرب الجسدك لحماية جسدك لتقوية جسدك ولشفاء جسدك حينما يمر والرب الجسدك وجسدك للرب بإيه بالروح قدس تذكر نفسك أنك أنت هيكل للروح قدس إيه للرب لمسك بيه سقوط الأسوار في العلاقات داخل البين ولسيما العلاقات بين الآباء والأبناء زي ما بيقول سفر ملاخي تشرق شمس البر والشفاء في أجنعتها إيه اللي لمسك أنك أنت تشوف نفسك كده مع سليمان كده فوق جالس مع المسيح زي ما بيقول قفص الثنين وعشان كده تقدر تقيد تقدر تقيد النشاط بتاع إبليس لأنك أعلى منه